السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مستر محمد مختار معلم اول اللواء الانجليزية اعزائه الله بالصف الاول الاعدادي ما زلنا في المراجعة النهاردة عندنا امتحانة على الوحدة الخمسة بنرجعها كويس ونبدأ نحل مع بعض السؤال الاولاني دايما بيكون استماع listen and choose the correct answer from ABC or D استمع واختار الاجابة الصحيحة هنسمع شباب الاول وبعدين هنختار I am عمر I am عمر last may I visited my uncle with my family I visited my uncle with my family we had lunch in the park we had lunch in the park تاني I am عمر last may I visited my family I visited my uncle with my family we had lunch in the park تعالوا كده نشوف the speaker is called اسم المتحدث او يسمى عمر عمر and his visited his uncle عمر ومين زاره عمه يبقى عمر وهي شباب وفاملي واسرته they visited his uncle in زاره زاره عمه في شهر ايه شباب ايوه شهر ماي مايو they had in the park تانولوا ايه في الحديقة lunch الغدا ده كان السؤال الاول السؤال التاني عندنا complete the following dialogue اكمل المحادثة طبعا بين جورج واحمد جورج بيقول احمد guess where I am خمن انا فين احمد يا احمد I am in a place where there are a lot of trees حيث يوجد كثير من الاشجار فاحمد بيسأله نقض there monkeys in the trees طبعا هنا monkeys جمع وعندي there يبقى على طول هقول ايه are there هل يوجد any monkeys او monkeys in the trees قروض في الشجر الاشجار no ممكن اقول they are very dark and quiet يعني هو بيقول ان الجو مظلم وهادي يعني مش شايف الحاجات دي فقال له ايه are you in a forest هل انت في غابة yes I am نعم انا اكون في غابة طيب my turn dory I am in a place with a lot of انا في مكان به كثير من هنعرف كثير من ايه قال له I know you are in the desert انت في الصحراء قال له no I am not in the desert لا انا مش في الصحراء there is a lot of water here في كثير من الماء هنا I know you are on the beach عرفت انت على الشاطئ قال له you are اكيد right يبقى a lot of ايه شباب a lot of sand كثير من الرمل لان الشاطئ والصحراء فيهم رمل you are right طبعا انت على صوت السؤال التالت بيكون سؤال القطعة schools in ancient Egypt are very different from schools nowadays المدارس في مصر القديمة تكون مختلفة جدا عن المدارس في الوقت الحاضر nowadays students study at school all day and night الطلاب بيدرسوا في المدرسة طول النهار والليل but the school didn't give them food or drink لكن المدرسة لم تعطيهم الطعام او الشراب their mothers used to go to school to the school everyday carrying the food and drink for them امهاتهم اعتادوا ان يذهبوا للمدرسة كل يوم يحملوا الطعام والشراب لهم they could see their children everyday يستطيع ان يروا اطفالهم كل يوم but the children could only leave school once a week لكن الاطفال يقدروا يغدروا المدرسة مرة واحدة في الاسبوع to visit their homes عشان يزوروا بيوتهم and see their parents ويروا والدي at ancient schools في المدارس القديمة the students learned writing, reading and mathematics اتعلموا ايه الكتابة والقراءة والرياضيات ancient Egyptian writing الكتابة المصرية القديمة was very different from today's writing كانت مختلفة جدا عن الكتابة اليوم when the pupils wrote عندما كتب التلاميذ they didn't use letters ما كانوش بيستخدموا الحروف they used pictures استخدموا الصور teachers used to teach them good habits at those schools والمعلمين اعتادوا ان يعلموهم العادات الجيدة في تلك المدارس السؤال الاول what did the ancient Egyptian teachers teach the pupils ماذا علموا المعلمي المصر القديمة المصرين القدماء يعني المعلمين المصرين القدماء ماذا علموا التلاميذ كانوا بيعلمهم ايه شباب اهو يبقى teachers used to teach them good habits يعني العادات الايه الجيدة تمام كانوا متعودين يعلموهم العادات الايه الجيدة يبقى ده السؤال رقم واحد who brought the children food and drink at school مين اللي احضر للاطفال اطعموا الشراب في المدرسة من their mothers امهتهم يبقى هي شباب ده الاجابة بتاعة السؤال التاني what did the children learn at their school اتعلموا ايه في المدرسة بتاعتهم بقى كانوا بتعلموا ايه اهو the students learn at writing, reading and mathematics الكتابة والقراءة والرياضيات ده السؤال التالت the pupils او هنا the Egyptian writing was written in الكتابة المصرية كتبت بي بايه شباب بالحروف بالكلمات لا طبعا كانت بالpictures بالصور the children could visit their homes and parents يقدروا او استطاعوا ان هما يزوروا بيوتهم ووالديهم اويك كم مرة في الاسبوع بالظبط once a week مرة في الاسبوع the pupils stayed in ancient schools الطلاب او التلاميذ كانوا بيقيموا in ancient schools في المدرس القديمة يطرى all day till the night all day and night طول النهار والليل all night بس في الليل بس all week طول الاسبوع لا all day and night طبعا ما ينفعش لي اقول طول الاسبوع لانهما كانوا بيروحوا او بيرجعوا بيوتهم مرة في الاسبوع عندنا السؤال الرابع سؤال الاختيارات choose the correct answer from a, b, c, or d عشر اختيارات شباب سبعة منهم على الكلمات وتلاتة على القواعد he read a book yesterday امبارح طالما قال امبارح هنا يبقى انا بدور على فعل مساعد للسؤال دو في الماضي يبقى على طول did طبعا did he read i to my village a week ago ago منذ اسبوع to my village لقريتي يبقى يا شباب i went انا ذهبت لقريتي منذ اسبوع يبقى عشان الزمن الماضي البسيط yesterday امبارح we a nice cake عندنا yesterday امبارح يبقى الجملة ماضي ادور على ماضي يبقى بوت الماضي من باي يشتري اشترينا كيكة او ترطة جميلة we went to see the monkeys but they were all tired ذهبنا لنرى القردة لكن كلهم كانوا تعبنين what a what a what a pity يا للحصرة يا للألم يعني at school the children في المدرسة الطلاب a lot of exciting projects كلمة project شباب مشروع يبقى بيعمل مشروع يبقى يا شباب do a project طب هنا هنا ما عنديش do عندي مين did الماضي يبقى الطلاب عملوا a lot of exciting projects we bought an ice cream يعني اشترينا ice cream and went to see the elephants وذهبنا لنرى الفعلة واو exciting ها عندنا صفة exciting how exciting تمام when the tourists went to the London eye لما السياح ذهبوا الى العجلة الدوارة بتاعة لندن اللي هي اللعبة المشهورة قوي الساقية الكبيرة الضخمة بتاعة لندن they went on a ها عندما اهو السياح ذهبوا الى الساقية الدوارة بتاعة لندن المشهورة they went on يا شباب went on a ride يعني ركبوا ركبوها تمام ركبوا اللعبة دي a is a place where there is no water or tree مكان مفهوش مية خالص ولا اشجار there is a lot of sand في كثير من الرمل يبقى على طول الدزرت الصحراء we a picnic in الازهر park last week last week الاسبوع الماضي ونزه في الازهر park يبقى يا شباب مع النزه دايما هذا picnic طيب مفيش عندنا have يبقى الماضي بتاعها يبقى يا شباب هذا picnic تمام لان الجملة ماضي i went holiday last week دايما عن هوليدي يا شباب اقول i went on holiday انا ذهبت في اجازة الاسبوع الماضي i went on holiday read and correct ده السؤال الخامس اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط last summer my father drives us to alixandria طب last summer الصف الماضي drives ما ينفعش ابدا الماضي بتاع drive drove هنا drives us يعني وصلنا بالعربية الاسكندرية قلنا كلمة drive شباب يعني يقود سيارة او يوصل بالسيارة who do you go to the library with last monday ايه ده ده انا عندي last monday يا مستر ده ماضي يبقى فعل مساعد الماضي المفروض يبقى did رامي didn't sold طب didn't والمصدر المفروض طبيعي يعني يبقى ايه يبقى sell المصدر بتاع sold what did you saw قال لا ده انا عندي ده ده يبقى المفترسة ده المفترسة يبقى last يعني يعني اجستك الماضية تعالوا كده نشوف هنكتب مع بعض نقول ايه your last holiday اجستك الماضية فهنبدأ نسيب مسافة كلمة شباب ونبدأ البراجراف بتاعنا I always remember my last holiday انا دايما اتذكر اجستي الماضية it was fun طبعا هتكلم في الماضه it was fun كانت ممتعة we went to hergada ذهبنا الالغردقة the weather was nice التقس كان رائع جو كان جميل we enjoyed the beautiful beach استمتعنا شايفين كل الافعال في الماضي استمتعنا بالشاطئ الجميل we stayed in a holiday flat يعني اقمنا في شقة للاجازة يعني شقة شقة للاجازات هناك by the beach بجوار الشاطئ يعني next to the beach we had a wonderful view from the windows كان عندنا مشهد رائع او منظر رائع من الشبابيك بتاعت الشقة I saw dolphins in the sea رأيت الدلفين في البحر we swam every day سبحنا كل يوم we visited famous places أماكن مشهورة I bought many souvenirs for my friends اشتريت كثير من الهداية التذكارية لأصدقائي we made sand castles on the beach يعني صنعنا قلاع من الرمال على الشاطئ we ate delicious food there أكلنا الطعام اللذيذ هناك I want to go there again أريد أريد أذهب هناك مرة أخرى باراجراف سهل شباب جميل أشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الله